موسيقى 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 السلام عليكم اخواتي اخواني متابقنا الصحة الغتائي اليوم ان شاء الله صنع الموضوع مهم هو دائما في النصائح التي ترفع بمناتنا خاصة ونحن في فصل البرد او فصل الشتاء يعتبر الليمون الحامض من اشهر واهم انواع الحمضية وروم النباتات الحمضية ويتميز بقيمة عدائية عالية تفاهم كفاءة خصائص العلاجية ويزرع في مراتيق عدة حلالة مما في ذلك المراتيق الواقعة وينصح الاطباء بتناوله مع الماء المغلق باكرا على الرق لتحقيق الاستفادة القسم الفوائدي فما يعني فوائد الليمون الحامض مع الماء المغلق يعد الليمون الحامض من افضل الوصفات الطبيعية المساعدة على الدهون في الجسم حيث يزيد الاحساس بالشباع ويحسينه من عملية استقلاب او غير وينظيف الليمون الحامض مع الماء المغلق والمغلق الجسم والدم من كافة السمون متراكمة فيه ويساعد على طرح الفضلات والشوائب خارجا مما يقوم من صحة جهاز مناعي ويقيم الإصاب بجملة من الأمراض الخطيرة وهذا ما نهتجه في فصل البلد وفي فصل الشتاء وكذلك يعد مضادا التأكسد ويقاوم بفعالية الجذور الحظة المسابة بل مع السرطان بأشكال مختلفة بما في ذلك السرطان القولن والبرستاطا ويقاوم الشيخوخة المبكرة أي أن الإنسان يفقد قدراته السمية والبصرية والعقلية وغيرها من القدرات قبل الأوان وهو ما زال شباب حيث يحارب التجائل والخطوط الرفيئة التي تظهر بنسبة كبيرة على الوجه ورقبة وكذلك اليدين والليمون الحامض مع الماء المغلى يحتوي على نسبة عالية من بيتامين جيم أي بيتامين سيك والذي يحارب التهابات البكتيرية ويمنح كذلك البشرة نظارة عالية وإنشراقة طبيعية ويحتوي كذلك على عنصر كالسيوم وعلى بيتامين دي المساعدة على اقتصاصي بشكل أفضل بما يجعله أساساً لتقوية العظام والعضلات والمفاصل والأسنان وكذلك الأضافة وبالتالي من الإصابة بمراض للشلشة العظام والروماتيزم وكذلك يحتوي على عنصر حديد ويساعد على رفع مؤدى لهم وقلوبه في الدم إما يقيم الأنميا أو فقر الدم كما أنه ينشط الدور الدموية لما يقيم المشاريع التعب والإراق ويحسن عملية الغضم ويقيم الإمساك وعسري الغضم والانتفاخات لكونه غنية بالأليف الغدائية كما أنه يضم مجموعة فيتامين بي الثمانية والمفيدة جداً لتوازن العملية الحية في الجسم والمهمة لبناء الجهاز أصب وتحفيز القدرات الدينية كما أنه يقيم الإصابة ويعتبر مفيداً جداً الصحة النساء الحوامي لكونه غنية بحمض الفوليك الأساسي لهذه المحلة والذي يقيم من التشويرات الخلقية التي تصيب الجانب لأن هذا حمض يدخل في تكوين موخ الجانب ويحتوي على نسبة عالية من قوتوسيوم وبالتالي يقيم إرتفاع مؤدد كوليستيرول الضعب أي الـ LDL في الدم والإصابة على قلب الشعيين والأويات الدموية كما أنه يسهير وصول الأكسجين إلى الدم كما أنه يعالج الحمع من خلال تحفيز الجسم على التعرق وكذلك يطهير الكبد لكونه يحفز على التخلص من السموم ويفيد كذلك القلون لكونه يعتبر مضاداً لجراتين لإحتواءه على الياف البكتين كما أنه يساعد للغضم لإحتواءه على حمد السيتريك فالشعب الماء الدافئ مع الليم الحامض على الرق يتفاعل مع إنزيمات وأحمد أخرى تحفز إفراز وصالة المائدة والغضم إضافة إلى ذلك فهو يخفف أعراض عصر الغضم كالحرق والانتفاخ ويحتوي على نسبة عالية من القوتوسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقيم من الدوخة والغتايا ويقلل من الإجهال العقلي والاكتئاب كما أن الشعب الماء المغلي والليم الحامض على الرق يساعد في عملية تنظيف المعدة من السموم والبكتيريا ويساعدك على إلاج مشاكل جهاز السنفسي وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض ربه إذن فالماء المغلي والليم الحامض يمكن أن يكون علاجا جيدا للشخص الذي يعاني من البرد والإنفلوانزا أو الحمى كما أن يحتوي على العديد من الموكبات الفلانفلويد والموكبات التي تعمل على الوقاية من السرطان والأوراق وإلاجها حيث تقوم بتنشيط أنزيم الجلوتاتيون وهو الإنزيم المسهول عن تخلص الجسم من السموم المسببة للسرطان كما أن ينظم مصر السكر في الدم فيساعد مرض السكر على تنظيم الغضم في المائدة وزيادة عمل غضم الكربويدرات لمساهمة في تنظيم السكر في الدم وفي الأخير حتى لا أطير عليكم يساعد وتخفيف الوزن بشكل ملحوظ لاحتوائي على نسبة كبير من الألياف والبيكتين المهم لعملية الغضم فيمكن الشعب كمية منه على حسب القدرة من روئي لتر إلى لتر صباحا على الضغط وبشكل يومي يؤدي إلى خسارة الوزن بشكل ملحوظ وحتى لا أطير عليكم أشعركم على المتابعة وإلى حلقة أخرى جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة